قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل لبنان والضفة الغربية وأضف أمير قطر في افتتاح مجلس الشورى إسرائيل تنضي قدما في مخططاتها لأنها ترى أن المجال متاح لذلك لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على قزة الذي تطالب به غالبية البشرية ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان لأنها ترى أن المجال متاحا لذلك